طيب خلينا بقى نروح لنقاط القوة انا مش عايزة اقول نقاط الضعف اللي موجودة النهار ده ولا نقولها برضو لا نقول لي كت طيب خلاص نقول اللي احنا عايزين كل فرقة اي فريف العالم يعني احنا كتحليل بين نقاط القوة ونقاط الضعف تمام طيب خلاص عشان خاطركم حاطر نقاط القوة خلينا في نقاط القوة نقاط القوة طبعا هو زي ما قلت لحدك هو اهم اتنين لعيبة في الفرقة والمهاجم البديل جونيور نجراو اللي هو المهاجم البرازيلي مسجل سبع اهداف قدامنا على الشاشة والمهاجم الثاني اللي هو مارس جايب خمس اهداف اللي هو النرويجي بل المهاجم البرازيلي المهاجم النرويجي وبيت جارميون اللي هو صنع الالعاب ده عامل زي محمد مكدي افشا كده عندنا نفس الفكرة العيب حاوي بيت جارميون رقم عشرة في الفريق ده اللي هو مسجل اربع اهداف وعنده تلاتة اسست اهو نعم هذه الاركام برضو جينهوشين اللي هو الجناح الايصر عامل اثنين اسيست آنسونج كيم عامل اثنين اسيست الاكثر محاولات على المارمة جونيور نجراو اللي هو المهاجم البرازيلي عامل اثنين وثلاثين محاولة وده تالت اعلى معدل محاولات في طول الدورة ابطال اسيا من الاول عبدالرزاق حمد الله مهاجم النصر السعودي الرقم تلاتة هو جونيور نجراو اللي هو البرازيلي برضو واحد من المهاجمين الكويسين جدا 16 محاولة صح من 32 الأكثر تصويبا برضو اللي هو الجناح عام 11 صح من 24 والمهاجم يعني المهاجم البديل ده اللي هو جون مارس ده موجود في قيمة التهديف وموجود في قيمة الأكثر المحاولات رغم أنه بديل هو لعب 6 مرات بديل و3 مرات أساسي في دورة أبطال أسيا من 9 مشاركات يعني أرقامه كواسة جدا وبيستخدمه هنشوفه في البطولة أكيد لو اتزنى مثلا في النتيجة هنلاقي موجود نيجي للتمريرات بيت جارميون اللي هو مين اللي هو رقم 10 أكثر لاعب في الفرقة عامل تمريرات وأكثر لاعب عامل أسست هو حاول فريق ده بيت جارميون عامل 478 تمريرة بنسبة دكت 89% جين هو شين 90% التمريرات البينية مين أكثر واحد فيهم المهاجم النرويج اللي هو البديل اللي هو بينزل اللي احنا قلنا بينزل 6 مرات كبديل عامل 11 تمريرة بينية برضو معنا نقطة مهمة جدا اللي هي الحالة البييرو اللي معنا ديت بتوضح خطورة بيت جارميون اللي هو رقم 10 ونجارو ونيجراو اللي هو المهاجم البرازيلي ازاي هم اللي اتنين بيتحركوا ازاي الكيميا الموجودة ما بينهم بص حدك هنبدأ كمل يا سيد سامير بص وقف ثانية واحدة اه كمل كمل بس ثانية واحدة هات كده الصورة هاو بص حدك اللي معك كورة ده او اللي نازل يستلم هو المهاجم جونيور نجراو هو بينزل بيسحب مع المدافعين لتحت قدامنا على الصورة هاو بينزل يسحب مع المدافع وهتلاقي اللي هو بيت جارميون اللي هو رقم 10 اللي هو الرقم 10 اللي هو الامستر أسست بتاعهم هيقطع في المساحة الفاضية اللي المهاجم نزل وسقط لتحت وفضة المساحة في ظهرك ودي الجناح اليمين هتلاقيه قطع هنا وعمله التمريرة اللي هي بيسموها السويتش او عملية التبادل اللي بتحصل في التدريبات نعم متطبقة دي تحس ان هو كمبيوتر كوري اه متطبقة بالضبط ما تحفزين يعني نكمل اللعبة نكمل يا سيد سامير بص اهو بص ثانية واحدة اف 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 ارجع 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 اهو بص جونيور نجراو ده ارجع كده سيد سامير ارجع ارجع لغاية جونيور نجراو اهو ده اللي معاك كورا اهو بصوا حضرك ده اللي هتلاقي وفضل المكان وبيت جارميون دخل قطع في المساحة الفاضية والجناح اليمين قطع كمل يا سيد سامير هنلاقي المهاجم البرازيل اهو بيلعب وبيت جارميون المساحة بقت فاضية رح دخل في العمك والدنيا فاضية خالص مفيش حد كمل اتلعبت له على طول تتحس انها متحفزة من التدريبات طبقوها اه كمل بص بص اللفة على طول جاء جون اذا المهاجم البرازيلي اللي هو نجراو بينزل يسقط للخلف بيفضل المساحة لبيت جارميون اللي هو رقم عشرة اللي هو يعتبر اهم لعب في الفرقة نجراو بينزل يسقط وبتتلعب له في المساحة الفاضية زي ما شفناها على البيرو طيب